في النهاية المطاف رب العالمين يبين لنا أمر خطير جدا في نهاية القصة كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون يعني دنيا وآخرة دنيا وآخرة أمر معلوم ومحصوم اللي يمنع زكاة ويبخل بالمال ربنا بيعقبه في الدنيا قبل عقاب الآخرة كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون وبعدين عندنا برضو كذلك في صاحب في سورة الكهف واللي اغتروا قال ان دي عمرها ما تبقى يعني رمض أبدا ولا عمرها تبخس ولا عمرها تخسر ولا الزرع ديه يبوض ولا 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 ما فيش الكلام ده خالص ودخل جنته وظالم النفسي قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وهو ظن نفسه بالنية دي ما هو بيدخل ما فيش مشاكل لكن بالنية أنه ما أظن أن تبيد هذه أبدا طيب فأصبحت انتهى أمره يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عرشاء ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحد يبقى هنا عقوب في الدنيا عقاب في الدنيا هنا مولانا كلمة ما شاء الله ولا قوة إلا بالله إزاي بتفرق فإن احنا برضو عينينا ما تحسدش النعمة اللي إحنا فيها الإنسان ممكن يحسد نفسه ويحسد النعمة اللي عنده فيغتر بكذا وكذا وكذا لكن في رب العالمين إدانا حصانة تحافظ على المال تحافظ على الصحة تحافظ على النعمة اللي ربنا أنعم بها علينا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله يبقى ما شاء الله لا قوة إلا بالله تحمي وتحافظ لكن الليل إن العين الحق والحسد واقع ومن شر حاسد إذا حسد فالنسان ممكن يحسد نفسه